اشتركوا في القناة ان يفرضوا على كل فرد من افراد حزبهم ان يتبنوا اي رأي يتبناه الحزب مهما كان هذا الرأي لا قيمة له من النهية الاسلامية لكن قيمة هذا الرأي من النهية التكتلية الحزبية فاذا ذلك الفرد من ذاك الحزب لم يقتنع برأي من رأي ذلك الحزب فوصله ولم يعتبر من هذا الحزب الذي يقولون انه حزب اسلامي وهذا معناه ان يعود هؤلاء الناس الى ما يشبه النصارى في اتباعهم لأحبارهم في تحريمهم وتحليلهم اولئك الذين نزل في حقهم قوله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم